تفضل؟ هو الاحتفال بالكريسمس حرام ولا حلال؟ طب معلش أنا عايز أعرف كريسمس يعني إيه؟ الاحتفال بالكريسمس كلمة يا إما تعني بيها إنت الاحتفال بالسنة الجديدة يا إما تعني بيها ميلاد المسيح عليه السلام ميلاد المسيح ميلاد معجزة والقرآن أقر بهذه المعجزة وجعله يوم سلام وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إذا كان تقصد ميلاد المسيح فنعم يجوز الاحتفال به لأنه يجوز الاحتفال بالأنبياء النبي دخل المدينة فوجد اليهود يصومون عشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قال نحن أولى بموسى فصامه وأمر أصحابه أن يصومون أيوة تفضل هو لو كان سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد ما ماتش كان هيبقى يعتبر أنه هو النبي أو رسول كان هيبقى كده ولذلك أجه الأجل بتاعه وهو عنده سنة سنة وشوية فمات أيوة تفضل اللي عرفوا أني فيه تسعة وتسعين اسم من ربنا تسعة وتسعين اسم دي اللي بنسميها الأسماء اللي في حديث أبي هريرة لكن هم ماتين واربعين في الوردين في الشريعة يعني كلمة قدير نعم يا أسماء لله قدير مثلاً مش موجودة في التسعة وتسعين وقدير موجودة في القرآن وهكذا تمام نعم طيب قول كده عايز إيه قول هو ليه سيدنا محمد هو بس لو ما أعملش غالطة زي مثلاً سيدنا موسى أتى لحدنا بغير قصد وبعدين السؤال إيه السؤال إيه أنه هو ليه الوحيد لا مش الوحيد مين اللي قالك إنه الوحيد سيدنا عيسى لم يرتكب في حياته خطأ قط تفضل هو ليه الإسلام هو دين الحق ولازم كل الناس تلزم بيه أما لللي إحنا عادين نقوله كله ده مش إجابة على السؤال ده يبقى أنت كنت عايز تسأل علشان عايز تسأل طيب تفضل هل ليه القبلة غيرت من مسجد الأقصى للكعبة؟ لأنه القبلة القديمة كان النبي عليه السلام بيقف والكعبة قدامه والمسجد الأقصى قدامه فلما راح المدينة بقى ده خلفه وده قدامه فقال له يا رب الكعبة هي اللي كنا بنستقبلها فربنا سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان استجاب له وحول القبلة من هنا إلى هنا ترجمة نانسي قنقر